بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان الجليس اللي عندنا النهاردة الجليس ده المفروض ان هو بيهعننا في حياتنا على حاجات حلوة كتير بس للأسف فيه تطبيقات كتيرة لنا في حياتنا في التعاون مع هذا الجليس خلاه شوية يبقى وجوده مزعج في بعض الأحيين ومع انه هو من أهم مجالات الحياة ومن أهم الأشياء اللي بتساعدنا في حياتنا على ان احنا نترقى ونبقى أفضل بعض البيوت الستات بتعتبر الجليس ده درتها أولا بتعتبر درتها ومشي الكتب وطبعا المشايخ الستات بتعتبر الكتب بالنسبة لها درتها لأنه واخد مكان في البيت وواخد كمان مكان من وقت البيت للسلامة الشرعية بس ده كمان بقى بيوت كتيرة بقى بتعتبر ده درتها ومع انه ده جاي عشان يرقينا ويخلينا أحسن ويخلينا نعرف نتعامل مع الناس ونعرف نتعاون ونعيش مع بعض في كماعات وفرق حالة غريبة جدا وما لإيه اللي حصل هو ان احنا تعملنا مع هذا الجليس من غير ما نفهمه بشكل صحيح وعشان كده لما نجي نتكلم على جليس اسمه الرياضة لازم نبتدي الراجع مفاهيمنا عن الرياضة مرة تانية احنا معانا الأستاذ عبد الرحمن طارق وهو عنده تخصص لطيف في الرياضة ازايك يا سيد عبد الرحمن ازاي حضرتك ازاي حضرتك انت يا سيد عبد الرحمن انت مدرس بتدرس حاجات تتعلق بالرياضة وكمان عندك كمان فكرة مهمة جدا بتتعلق بالرياضة والأخلاق خلينا اسألك الاول انت بتديت علاقتك بالرياضة من امتى والله يا سيد انا انا مكنتش بحب الرياضة انا شغير بداية من 12-13 سنة كده بتديت احب الموضوع يعني حديته على كبر شوية اكتشفت المميزات اللي فيه يعني فابتديت ومارس رياضة من انا عندي 12-13 سنة انت بتمارس رياضة قد ايه في الاسبوع يا سيد عبد الرحمن انا يبدو ان السؤال كان المفروض انت امتى بتمارس رياضة في الاسبوع لا انا يعني يوميا يعني عشان انا بمرن بكورة وكده فابتمرن ساعات بس انا يعني بقضي قرب حياة الرياضة حوالي من 10-16 ساعات في اليوم انا بمرن وبمرن السؤال بقى ده وكأنه بقى هو ده السؤال موجود لحضرتك بقى طب قولي بقى ايه الاثر في نفسيتك اللي اوجدته الرياضة يعني الرياضة اثرت في نفسيتك ازاي؟ والله سيدي هو الرياضة انا يعني عندي وجهة نظر كده فيها ان هي اقرب حاجة للحياة يعني يعني حتى الامارس انها الصغيرة من 8 من 8 سنين ل 18 او 19 سنة ما بيبقوش لسه دخلوا في الحياة اوي او معترك الحياة لانه لسه مش تغلش مثلا يعني بقى مثلا عندهم مدرسة عنده البيت وكده لسه ما بقاش دخل اوي في امور الحياة الرياضة اقرب حاجة للحياة لانه فيها فريق فيها تنافس وفيها ضغط وفيها اضطرار للتعامل مع الاخر في بيئة غير البيئة اللي متعرف عليه كلام في غاية الراوعة ده وعشان كده انا عايز اسألك انت عندك مبادرة لطيفة جدا هو تعليم تعليم الاطفال الاخلاق من خلال الرياضة وانت حدقك تلقت كثير من الدراسات في المسألة دي انت شفت ازاي الرياضة بتأثر على اخلاق الاطفال دي حقيقة فعلا هو هو كل حاجة بتحصل في اليوم الرياضي في التدريب ليه علاقة بالاخلاق من اول انه انه انا ببسط الكورة هل انا اناني ولا مش اناني طب انا اللي هجيب الجون طب زميلي اللي هجيب الجون طب انا بخافت ان الكورة جيلي طب انا ما بخافش وبروح بالكورة وبلعب بيها فده ليه اثر في الشخصيتي المدرب نفسه بيلاعب مين ومبينعبش مين اه الولاد نفسهم مع بعض كورة خبطت في ايده هل هو بيقول هل هو راجل امين بيقول ان كورة خبطت في ايده ولا لأ اه ساعات مسلا بفيه ماتشاط الحاكم ما بيشوفش حاجة واحنا اللي بنقوله عليها بيقوله لأ كورة طلعت لأ تبقى كورة داخل الجون مسلا ودي بنشوفها حتى في ماتشاط عالمية طبعا مساعات بيتحسب جون غلط في جون مشهور جون مشهور وسط الفرق قال للدور اللي بعده في كاس العلم بيه وصحبه حطه بايده اه بالزبط الارجنتيني وفي جون مشهور برضو اه لعيب الماني حطه بايده ورجع اللي الحاكم انا بالزبط فكل دي دروس جوه الرياضة لان هي قريبة جدا 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 من الحياة بس الدور بقى على المدرب ان هو ازاي يفهم الولاد ويشوف المواقف ويحاول يوقف عند مواقف معانا ان هو اه يفهمهم ازاي يبقوا مضابطين ازاي يبقوا بيجوا في معادهم ازاي كل كل حاجة بتحصل من اول ثانية في التمرينة الاخر ثانية في التمرينة ممكن نقلبها لقيمة وممكن نقلبها لطريقة نقرب بيها الحياة للولادة يعني انا مش عارف اشكرك ازاي انا كان عندي سؤال اخير كنت عايزة اسأله لك بس انت قلت كل اللي انا كنت عايزة اسأله لك كنت اقولك اخر رسالة او الرسالة اهم الرسالة عايز توسرها للناس عن الرياضة كانت ايه ان 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 الرياضة يعني اكتريتها تسعين في المية او ال95 في المية من اللي بيلعبوها بيلعبوها من اجل الترفيه ولا يسا من اجل التنافس انه المنافسة دي بتيجي في فئة صغيرة جدا صحيح حرام ان احنا نوزنق نفسنا في الواحد في المية او الاثنين في المية التنافسية ونضيع التمانية وتسعين في المية اللي هي الرياضة تبقى فيها اسلوب حياة وممارسة من اجل الصحة ومن اجل الترفيه واحدة واحدة على على عيالنا في حتة الرياضة يعني بس صحيح كفاية تنافسية شكرا شكرا يا سيد عبد الرحمن زي ما كان الرسالة اللي بيانني بيها السيد عبد الرحمن المسألة كفاية تنافسية والرياضة مش جاي عشان التنافسية بس لكن الرياضة كمان جاي عشان الحياة شكرا يا سيد عبد الرحمن وانا سعيد جدا جدا بكل اللي انت اضافته تعالوا بقى نقول حاجة تانية بجانب الكلام المهم جدا اللي قاله السيد عبد الرحمن طارق قال ان الرياضة وكأنها اقرب شيء للحياة وكأنه هو لمح لمحة كده ان الرياضة دي تنفع ان هي تبقى نموذج موديل ممكن نعيش بالحياة ده صحيح كلام ده صحيح جدا جدا عارفين ليه؟ لانه وكأنه بنوره لقت حاجة في الرياضة ايه اللي في الرياضة؟ ان الرياضة مش هي اللعب او الله الرياضة مش هي اللعب الرياضة اوسع بكتير من اللعب مفهوم الرياضة في اللغة ومفهوم الرياضة كمان في الشرع الشريف يقول ان الرياضة وسيلة عشان الانسان يتحسن حياته وتتطور حياته فالرياضة مش هي اللعب يا سادة يعني ليه الرياضة مش هي اللعب لان الرياضة هي من الترون سواء كان ترويد النفس او سواء كان ترويد العقل او سواء كان ترويد الادارة او ترويد مؤسسة كل دي اسمها رياضة ولزايك ما كانش غريب ان احنا نفهم ان يبقى فيه حاجة اسمها رياضة في التسكية فاهل الله وهم بيتكلموا عن تسكية النفس سموها رياضة طب ايه تاني قالك ده اهل التجويد مسميين كمان التجويد اللي انا بحسن فيه ادائي لمخارج الحروف ومخارج الالفاظ مسميينه رياضة لدرجة سيدنا الامام بيتكلم الا رياضة بفكه يعني هو اللي بينه وما بين انه يتقن قراءة القرآن انه يبقى عنده رياضة للفك وكأن الرياضة لو عملنا مفهوم لو اردنا نعرف الرياضة فالرياضة ايه الرياضة محاولة بسيطة جدا جدا عشان نعمل تغيير للوصول للاهداف بشكل مستدام واخلاقي ايه ده معقولة اه ده معنى الرياضة لما اتسع مفهوم الرياضة بهذا المعنى محدس هيسخر من حد انه يمارس الرياضة او يعتبرها شيء هامشي او يعتبره شيء مش موجود في الحياة لا احنا عايزين نسكن الرياضة في المنظومة الاخلاقية اللي احنا ممكن نعيش بيها مع حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك خير الا ودلالتكم عليه فقال يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخير ليه يا حضرة النبي وحضرة النبي ليه بتطلب مننا ان احنا الاطفال نعلمهم الحاجات دي اصل يا سيدي انت لو قرأت حديث رسول الله بمنظور تاني عتعرف يعني ايه رياضة هو ليه قال علموا اولادكم السباحة قال لي ان السباحة بتعلموا العزيمة والمسابرة والتعامل مع التغيرات في الاحوال هو بيسبح فحصل فيه موج فيتعلم ان هو يصبر يصمد ويتعلم كمان ان هو يتعامل مع التغيرات دي طب ويتعلم الرماية ليه يا حضرة النبي يتعلم الرماية عشان يكله كل حاجة ليه هدف وكأنه لما تعلم ولدك الرماية الولد هيقدر يفهم ويطبق حديث رسول الله انما الاعمال بالنيات ايه والله اه والله ازاي يعني انما الاعمال بالنيات لازم يبقى عندك هدف ولما تبقى كده وعشان كده بقت فيه رماية في مواجهة الاعداء انت لما يقول لك هدف تقدر تواجه الاداء وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى فتتعلم ان اهدافك هيوصلها لك ربنا سبحانه وتعالى ويا سلام بقى لما تركب الخير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصل الخير ليه اصل الخير الركوب الخير ده يعلي فيك الاتزان يخليك كده انسان متزن وعارف ازاي يبقى فيه توافق نفسي وعضلي وانت بتركب الخير يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا ايه ان الرياضة مفهوم اوسع بكتير جدا جدا من اللعب وإلا مايربطش مفهوم الرياضة بالتعليم قال علموا اولادكم اه ده 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 حاجة بتعلقة بالتعليم وعشان كده لما حصلت الوصية دي وتعلمنا الرياضات دي مش بس عشان نحافظ على الصح مش بس لا ده حشان نحافظ كمان على بطننا اذا الرياضة ده مفهوم واسع شكل من اشكاله بس بيتطبق فين بيتطبق في مسألة اللعب لكن هو كمان بيحمل من الامراض بس بالمناسبة وبيحمل بالامراض النفسية اكتر من الامراض الصحية اكتر من الامراض البدنية وعشان كده يأتي مفهوم المؤمن القوي خير وأحبه عند الله من المؤمن الضعيف ويبقى المؤمن القوي هنا ايه القوي بدنيا والقوي ايضا نفسيا فلذلك لازم نفهم ده لازم نفهم حكاية القوة النفسية دي ولذلك الرياضة الناس بيقولوا ان الرياضة دي بتخلي الانسان في حالة اقرب الى السعادة ولذلك لازم نحافظ على الرياضة عشان تحافظ على قلبنا فنحافظ على قلبنا ونخرج كمان من نفسنا مع كل حركة بتمشيها بنخرج من نفسنا مخاوفنا بنخرج من نفسنا تعصبنا بنخرج من نفسنا ألمنا وأوجعنا وعشان كده الناس قالوا الشخص المحب للخير لغيره انه عنده حب روح رياضية هم ملقطين نور بس مش عارفين يفسروه ايه حكاية لان الرياضة بتسموا بالاخلاق وعشان كده لازم نعرف حاجة مهمة جدا ايه اللي خلى الرياضة بقى الخبراء بتاعت الرياضة يقولوا ده الرياضة دي اقتصاد والرياضة دي كمان أمن قوم والرياضة دي كمان علاقات والرياضة دي كمان تدريب وتغيير اه ده الرياضة فيها حاجات كتيرة جدا اه لان الرياضة عبد الرحمن قال الرياضة حاجة مهمة في الحياة الرياضة وسيلة من الاتزان في الحياة رياضة النفس وتسكيتها ولذلك تعالوا نعرف ازاي نرجع دور الرياضة في حياتنا ازاي الرياضة تبقى للصحة النفسية والصحة العقلية فاول حاجة حاول دايما ان انت يكون عندك ثابت في كل شيء مكرر على الاقل كل يومين تلعب رياضة على الاقل كل يومين تكون عندك تفكر في انك انت وبتلعب وبتلعب الرياضة في فريق او مع ناس تنين ايه القيم والاخلاق اللي بتجدك فيها فحاول تحافظ على الرياضة ولازم تعرف ان الرياضة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الانسان عشان ايه اللي حاصل عشان الترقي مش عشان التسلي بس فالرياضة ليست للتسلية ولكن الرياضة للترقية انك تترقى وعشان كده كان اول اجراء حافظ على الرياضة عشان تحافظ على ان انت تترقى طول الوقت الاجراء التاني والاجراء ده مهم جدا جدا ان احنا نعمل برنامج لتأهيل الاطفال على منظومة اخلاق الرياضة هو الرياضة فيها منظومة اخلاق اه وساعتها الرياضة هتبقى تسكيه والتسكيه هتبقى رياضة الله ده حاجة حاجة بديع قوي ايه منظومة اخلاق الرياضة دي انا بشايف ان منظومة اخلاق الرياضة ممكن تبقى السبع مفايم دول ايه اللي هو مفهوم التعاون وتعاون وعلى البر واتقه انت وبتتعاون على البر واتقه يحصل لك بالزبط نفس اللي بيحصل للشخص لما يحس ان بيحد بيعمل له دعم اللي هو ما بيسموه الأسست يحصل له دعم حد بيدعمه فعيش التعاون ده مع الناس عيش روح الرياضة وروض نفسك دايما ان انت تحتاج للناس وتساعد الناس فيحصل هذا التعاون فيحصل لك فتبقى الرياضة عندك تطبيق لمفهوم وتعاون وعلى البر يتقو ده اول خلق في منظومة اخلاق الرياضية المفهوم التاني لا تحيا بغير هدف دايما خلي لك هدف وساعتها الرياضة هتقولك ان انت بتنتقل من نقطة الف الى نقطة به وساعتها الرياضة دي تكون ايه انما الاعمال وبالنيات تطبيق ليه انما الاعمال وبالنيات الرياضة كمان بتعلمك المثابرة يعني ايه المثابرة الصبر انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب والرياضة باب واسع من ابواب السعادة ان يتغير حالك من حال الضعيف اللي فيه هوان الى القوي اللي فيه قدرة على انه يصل لاهدافه فيكون عنده حالة من السعادة ولذلك الناس ما يستغربوش لما الواحد يمارس الرياضة ليه بيبقى سعيد الحاجة الحاجة اللي بعد كده العزيمة العزيمة ان انت يبقى عندك اسرار وعندك حرص على كل اللي انت بتعمله ويبقى عندك حاجة اسمها الجدية ويبقى الجدية عندك مفهوم حياتي اساسي لان الامم التي ارتقت ارتقت بالجدية فانت كمان لازم يبقى عندك جدية واخر حاجة ان انت تكون محب للتغيير محب للتغيير الافضل محب للترقي محب للتقدم يبقى ايزا الرياضة كمان بتساعدك على التقدم تبقى متقدم دائما دي منظومة ياريت نعمل برنامج تأهيلي لتأهيل الاطفال على ده ليه عشان نقدر اطفالنا يمرسوا الرياضة ويخرجوا من مفهوم اللعب اللي هو للتسليل والتضيع الوقت الى مسألة ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع الترقي الحاجة التالتة انا باقترح بقى عشان نخرج من العصبية ومن كل البلاء اللي احنا عايشين فيه اقترح ان يبقى كل الفرق الرياضية عندها حاجة اسمها مؤهل اخلاق للفرق الرياضية زي ما عندهم مؤهل نفسي يبقى عندهم مؤهل اخلاقي ليه مؤهل اخلاقي عشان ما نبصش نائل رياضة الناس اللي بيمرسوا الرياضة بيعملوا افعال ممكن تأثر على امن البلاد او تدعم التعصب ما بين الناس او تأذي الناس في اخلاقها او يعملوا اي شيء مشين او اي شيء يخلي الناس يخرجوا من الرياضة على ان هي شيء بيرقيهم الى شيء بيبينشئ التصارع بينهم احنا محتاجين المؤهل الاخلاقي ده للفرق الرياضية محتاجينه جدا ودوات مشعيب زي ما هو بيساعده على ان هو يترقى بلياقته وما كمان محتاج اصل اللياقة دي احد المفاهيم الاخلاقية يقولك فلان دوات عنده لياقة في الكلام عنده لياقة في الافعال احنا كمان عايزينه يبقى عنده لياقة في الاخلاق زي ما هو عنده لياقة في افعاله يبقى عنده لياقة زي ما عنده لياقة في جسده يبقى عنده كمان لياقة في اخلاقه وفي قلبه يا سادة احنا محتاجين نخلي الرياضة اداء اساسية في حياتنا عشان تخرجنا من الضيق الى السعة الى الوسع ومن الضعف الى القدرة وندخل على محبة الله سبحانه وتعالى بأداة ربنا خلقها موجودة في حياتنا عشان نسعد ونتهنى ونفرح يا سادة الرياضة وسيلة للسعادة في الحياة يا رب ربنا يحققنا بهذا المعنى اللي فهمنا من حضرة النبي إن الرياضة دي مش بس للعب لكن الرياضة كمان باب للسعادة يا رب وفقنا لده وجعلنا دايما من أهل المحبة وإن الرياضة دي تزيد محبة الناس وتزيد تمسكهم ونبتعد عن أي وسيلة تهددنا لإن الرياضة جاية عشان تفرحنا مش جاية عشان تهددنا بعد الفاصل ألقاكم عشان نكمل حلقتنا مع أسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي ظهرت قدامكم على الشاشة الآن وليه صفحة اللي احنا بنتلقى عليها أسئلة حضراتكم عشان نجاوب عليها في وقت محدد وكمان بنتلقى ترشحات حضراتكم لحلقات الجليز زي حلقة الرياضة النهاردة ومعانا السيدة رانيا من اسكندرية تفضلي زي حضرتك الحمد لله نعم وفضل الحمد لله أنا كنت تكلمت حضرتك قبل كده على سألت حضرك سؤال قبل كده ودلوقتي بس كان مع الأستاذة لم يأ ودلوقتي كنت عايزة برضه أسأل حضرك سؤال دي برضه ومتعلق بنفس الموضوع فأنا لازم أقول لك الموضوع من أوله هو الموضوع أن هي كان في شقة كانت إيجار قديم وبعدين مقاول خاد العمارة وخلها شقة بقت تمليك وهي كان بتاعت الجدة وبابايا مات وممت بقى هي دلوقتي الموجودة فكان المفروض أن الشقة تتكتب باسم أمي وأمي قالت تتكتب باسم أخويا بس هي قالت لأخويا معلش هي الشقة دي بتاعت جدة باباكي ولا جدة مامتك آه جدة أم بابايا يعني أم والدك طيب آه فهي ليه هتتكتب باسم مامتك عشان هي عاشت مع والدك آه إن هي كانت عايشة مع والدك يعني وبعدين هي متجوزة في الشقة وجدتي ماتت هي اللي كانت بتخدم جدتي وجدتي ماتت طيب خلاص وبعدينها على طيب بابايا مات فإحنا عاشنا فيها من وإحنا أطفال طيب فتم الاتفاق مين بقى اللي كان عايش مع آه والدك والدتك قبل وفاة والدك اللي هو صاحب الإيجار لأ أمي اللي كانت مجوزة في الشقة طيب ما كانتش في حد من منكم انتو الاتنين عايش معاه لأ إحنا كلنا كنا عايشين إحنا أولادنا إحنا أربعة لا 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 سنة قبل سنة قبل الوفاة قبل الوفاة بسنة مين كان عايش معاه مع جدتي مش والدتك اللي كانت قاعدة في الشقة مين كان عايش مع والدتك وهي في الشقة ما كانش حد لأ مفيش حد غير إحنا إحنا أربعة هي إحنا إحنا أربعة أخوات طيب فالمقاول لما خد الشقة بقى التمليك هي كانت إيجار قديم بقى التمليك بقى التمليك ملك المين ملك المين كانت ملكي جدتي لأ يا فن مش هي جدتك الشقة أصلا مأجرة الشقة ما أجار أجار أديم خلاص فتحولت إلى تمليكي إزاي تفعتوا تمن الشقة لا 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 ما دفعناش حاجة المقاول أخذ الشقة أخذ مننا الشقة إحنا طلعنا وهد الأمراء بناها تاني لما بناها تاني هو حول الشقة لتمليك كويس فكتب العقد بمين باسم مين با كانت المصروف بقى تكتب باسم مامتي مين قال المفروض مش عارسة مين اللي قال هم قالوا خلاص هم صحاب البيت قالوا خلاص يعني هي الستي جيل اللي قاعدة فيها بقالها 40 سنة بس يا ستي عشب بس المسألة تتضح ومتطلش فين بقى السؤال بتاعك عال لما مامتك خلت الشقة تتكتب باسم أخوكي هل ده كان عدل ولا مش عدل آه ده عدل ولا مش عدل وإحنا كبنات إحنا تلت بنات وولد هي قالت له راضي أخواتك طيب يعني هي كتبتها لأس إنه راضينا إحنا أنا أجاوب على حضرتك أنا أجاوب على حضرتك أستاذ راني في عندك سؤال تاني طيب أستاذ راني بس عشان نتبقى لأمور واضحة لما جدتك كانت مأجرة كانت مأجرة عين معينة وبعدين العين دي زالت العين اللي كان عليها عقد الإجارة وبعد كده الراجل وعدتهم إن هم في مقابلة الإجارة دي يديهم شقة والشقة دي تمليك طيب مين بقى اللي كان مستحق ده اللي كان صاحب العقد الأديم اللي هو مين ده اللي هي الجدة ومن عاش معه قبل وفاته سنة فالعقد ده كان المفروض يتغير بإسم والدك والدتك والدتك والدك بصفة خاصة لأنه والفرع اللي كان عايش معها سنة قبل وفاتها طيب خلاص فإن اللي حصل فوالدك اللي كان المفروض العقد يتغير بإسمه خلاص انتقل الله يرحمه فصاحب الحق ده انتقل خلاص الله يرحمه ما بقاش فيه حق فإيه اللي حصل والدتك اللي هي كان الراجل شايف إن هي المفروض تكون صاحبة الوعد ده لأنها كانت عايشة معه والدك تنازلت بده بحقها ده لأنه ما فيش ملك إحنا عند إيجار فتنازلت بحقها ده لأخيكي تنازلت بحقها ده المين لأخيكي فاللي هو فيه ده ما فيش ظلم ولا حاجة لأن أصل المعاملة اللي كنا إحنا فيها كانت معاملة اسمها الإيجارة ما فيهاش تمليك ده إيجارة يعني أنا حق انتفاع بهذه العين ثم وعد وعد المالك إنه هو يعوض هذه الإيجارة بتمليك الشأ فده وعد فهو بقى يديه مين بقى فهيديه لولدتك فالدتك تنازلت لأخيكي وهذا ليس فيه ظلم ليه طيب لأن هذا التمليك عقد جديد غير عقد الإيجارة الأديم هو صحيح دواعد مبني على عقد الإيجارة الأديم بس خلاص طب ده الإيجارة دي فيها ورث لا يجاوب لا الإيجارة فيها ورث لا ليه لأنها بتنتهي بانتهاء المؤجر مؤجر مات خلاص العقد انتهى فالعملته أمك ده صحيح وليس فيه ظلم معنا أمو محمد من الشرقية عليكم سلام ورحمة الله ورحمة الله بخير الحمد لله تفضلي أنا دل باس حضر حضرك سعيد تفضلي أنا سامح حضرك يا أمم حمد تفضلي أنا عندي ابني فقيلة عبادي كان كويس ويعني كان أصببه حالي من ساعة ما طلعت لها بتبابجي دي وابني تغير تغير كامل وقال عد بصلي ومثلا خدنا منه التليفون عد بروح يلعب في الصيبر وعد بيجذب وعد ما بيذكرش أنا من ساعة ما لقيم معي طيب أنا أجاوب على حضرتك وده كان السؤال ده ودفعين اللي احنا تكلمنا عنه في الحلقة بتاعتنا النهار اللي حضرتك بتكلمي عنه ده بيحدث للأطفال وللمراهقين بيحصل لهم حكتين بيحصل لهم إن هو هو لأن المراهق بيبحث عن شيء ينمي شخصيته ويحسسه بأنه قادر يحقق أهداف فبيتعامل مع هذه الألعاب اللي هي فيها كتير من العنف بيتعامل معها لأنه بتحقق له هدفه فإن اللي يحصل فيبقى عنده شعور إنه هو بيحقق أهداف وهي أهداف وهمية مش موجودة اللي هي الأهداف الوهمية إنه هو يحس إنه هو بيكسب وبينتصر وبيقتل بيعمل كل الكلام ده وعشان كده اللعبة دي الألعاب اللي زادين من أخطر الألعاب على نفسية الأطفال والمرهقين لأنها بتولد فيهم عنف وبتولد فيهم عزلة وبتولد فيهم تغير للمفاهيم وبتولد فيهم أنانية وبتولد فيهم منظومة من أشرس المعاني اللي بتكون في الإبان قدمين ولذلك هذي فيه دراسات كتيرة بتقول إن اللعب دي هتطلع جيل مليء بالعنف ومليء بالكراهية ومليء بالأنانية فلذلك الكلام ده إحنا محتاجين بشكل واضح إن فيه حد يضع برنامج لإبن حضرتك للتعديل السلوكي يا جماعة الناس اللي عندهم أولاد بيدمنوا آه ده اسمه إدمان ده اللي بيدمنوا الألعاب العنيفة اللي زي دي الأولاد محتاجين لتعديل السلوكي طب تعملي إيه لغاية ما هو يحصل ده أو إذا كنت أنت مش قادرة توديه لحد بتاع تعديل السلوكي تعملي إيه ببساطة خالص تعودي معاه قعدة لطيفة جدا وتبتدي تقسم معاه الوقت وتعينيه ما تحكميش عليه بس قولي له أنا متقبلا إن أنت تلعب اللعبة دي أوقات ونبتدي نقل الأوقات دي ونزود الحاجات اللي هي بتساعده اسأليه إيه اللي بيساعده اسأليه إن هو عايز يبقى مستقبله شكله إيه تكلمي معه أنا عارف إن كتير من بيوتنا الأهالي ما بيعرفوش تتكلمهم مع أولادهم إيه لو مش عارفين تتكلمهم مع أولادكم في إيه اسمعوهم فأنا رصحت لحضرتك إن أنت تسمعين النصيحة التانية إن أنت تسألي خبراء إزاي تتعاملي معهم وأنا بقول لحضرتك إن أنت تتحوري معاه هذه أول حاجة حاجة التانية إدعيله في الصلاة في كل سجدة من سجدات صلاتك إن ربنا يهدي باله لأنه هو في حالة من البحث عن الذات مش لاقي نفسه لأن الإدمان ده بيحصل لما الإنسان ما يكونش يلاقي نفسه وده استخدام سيء لي معنى ومفهوم الرياضة إن إحنا بدأ ما استخدم الرمي اللي هو فيه جهد عضلي وجهد عقلي وجهد نفسي باستخدم الألعاب دي اللي في الحقيقة بتضمر عزيمة الإنسان وتضمر التوافق العضلي والعقلي والنفسي اللي هو الأخلاقي اللي الرياضة جات علشان فتدعيله وكمان تحاول بقدر الإمكان إن أنت تسمعين اجذبي إليك بالسماعة معانا الحاجة فايزة يتفضلي معاك الفقيرة إلى الله على الدوام فايزة مصطفى محمود أهلا وسائم بحضرتك يا فاند أنا عندي سبعين سالة ما شاء الله وعايزة العب الرياضة وعندي القلب فعايزين حضرتك الدكتور نين فعني العب وإحنا عندنا القلب ولا لا فيها ست حاجة اسمها الرياضات العلاجية فيه رياضات تساعد على العلاج وتكون مناسبة كمان لصحتك أنا أوعد حضرتك إن أنا هسأل وإن شاء الله ياخده التليفون وأجاوب على حضرتك وأقول أود لحضرتك رقم خبير يساعدك في ده بس عايزك تعملي حاجة تنوي بالرياضة دي إن الله سبحانه وتعالى يرى فيك يحب الحياة أنا شايف ما شاء الله حضرتك عندك سعين سنة ولازم ترجع هناك عبادة اسمها عبادة حب الحياة اللي فيها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة فيبقى أصدك إن أنت تحبي نعمة الله اللي يسمع الحياة فإن شاء الله ربنا يكتب لك الخير وإن شاء الله نتواصل مع حضرتك معنا السيدة أمو أحمد السلام عليكم اتفضلي يا سيدة أمو أحمد تحيات الحديثة في وصفة البرنامج الله يبريك حضرتك فارد لي عند حضرتك بس سؤالين اتفضلي السؤال الأول أصحاب المشكلة يعدي المسامعين الأخت مثلا دخلت المطبخ فوائع منها بعض الأوانين فالأخت الثانية دخلت الأكبر منها شوية يقول لها سيبي مثلا الأواني دي اللي وعت أنا هخسلها أو في بعض الأحيان بيكون بتقرأ الكرآن من على الموبايل فبتقول لها لو قرأتي في المصحف بيكون أفضل أنا سمعت كده فطبعا الأخت الثانية ما بيجبهاش كلامه بتعتبر أن ده تدخل فأنا بتكلم دلوقتي عن السبحة بقول لها أعملي بالسبحة اللي أنت بتسبحي بها على طول فهل هجب كلام يعني أن الواحد ينسح له قدامه مثلا سيبي ده هخسله أو إيه لي الكرآن من المصحف ده يعني بغلط حق إن الإنسان بتسبح يعني الإنسان اللي بتسبح ما يتكلمش أي حاجة خالص يعني مثلا طيب أقول لحضرتك يعني غلط أقول لحضرتك ده سؤالي لأولا لسؤال الثاني طيب السؤال الثاني يعني هل زيارة الكبر الأمواد بيشعروا بزيارتنا ليهم حاضر وبشوف بعض الناس في أحيان بيتكلموا يعني بيتكلموا بوافين عند الكبر وبيتكلموا حاضر بص السؤال اللي أولاني ده أنا أحاسس بما أن الناس اللي أنت بتسأل السؤال عشانهم قاعدين دايماً علمونا أن نتعلم الجمال قبل أن نتعلم النصيحة يعني يبقى نتعلم الجمال قبل ما نتعلم النصيحة الجمال اللي في قوله تعالى وقوله للناس حسن أن أنا أتعلم الأول لزاوية أقول للناس الكلام الحلو عشان أنا كده أبقى مطبق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه طيب مطبق لسنة رسول الله لأن حضرت النبي كانت أتخولهم بالنصيح التخول ده معناه أنه ما بينصحش على طول على طول والتخول ده معناه أنه بيختار الفضل اللطيفة يعني بدل ما أقول لها سباح بالسبحة أحسن من أنت فيها دي مش دلوقتي مش لازم دلوقتي مش لازم النصيح على طول على طول على طول عشان محدش يحس أن في حد بيسلبه إرادته لازم تدي لها إرادة زي بالظبط أو أنا تسأليها حتى عن نفسك هو أنا لو سبحت على السبحة مش يكون أحسن فالكلام ده يساعد والكلام ده يبقى شكله جيد جدا 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 فأنا شايف أن أنت تتخوليها بالنصيحة يعني واحدة واحدة مش لازم نصايح 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 فيحس الواحد مخنوق ده الأولاني الحق الثاني هل الأموات بيشعروا بينا طبعا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلم قتلى قتلى بدر لما وقف على القليب وسألهم فإذا علمنا أن الأموات بيسمعونا وبيحسوا بينا وبيحسوا بينا والأفضل أن احنا كمان لما نروح عند الأموات نذكرهم بالأمور اللطيفة اللي منها عبادتهم لله ويقبلهم على الله سبحانه وتعالى وده يبقى شيء حسن أستاذة هودة معنا تفضلي أستاذة هودة السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي أستاذة هودة حضرتك أنا يعني بقرأ القرآن ساعة طبعا تكون الدنيا حرى عندنا فأنا دايما لازم أحد أقرأ وأنا لبسة طرحة طيب يعني طيب من غير الطرحة يعني يجوز ولا ما يجوشي طيب حضرتك أنت بتسألي هل أنا لازم أكون مغطية شعري وأنا بقرأ القرآن مش لازم وده هل ده ينقص من سواب فيه فرق كبير جدا يا سادة ما بين الأدب إن أنا أعمل حاجة على سبيل الأدب وإن أنا لو ما عملتش الحاجة دي بقى اللي أنا بعمله ده فاسد ومصحيح لا يجوز لك أن أنت تصلي يجوز لك أن أنت تقرأ القرآن من غير طرحة طب هل ده بقى ينقص من السواب إن شاء الله لو قلبك حاضر ما ينقص من السواب طب أنت لو عملت كده على هيئة أن أنت بتتأدبي مع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يجعله زيادة في سوابك لكن أنت لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماة والأرض فإحنا مأمورين أن نذكر الله على كل أحوان إلا حالة ليست فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى وإلا حالة نوعية عنها فإذن بما أني ده ما فيوش نهي فاذكري الله سبحانه وتعالى طب بنقول كده دي عشان فيه ناس كدير ديقوا على الناس فإلا حصل لما ديقوا على الناس الناس قال لي ذكرهم لله فاذكري الله وإن شاء الله معركيش حاجة وإن شاء الله ربنا يكتب لك السواب العظيم فإقراء القرآن على كل أحوالك حجة هدى بالأخصر ربنا إن شاء الله يكتب لك السواب العظيم واجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله إحنا تكلمنا النهاردة عن معنى من معاني المهمة كثير من الناس بيجوا المعاني المهمة في حياتنا ويضيقوها أو يجعلوها محصورة في معاني سلبية أو يحبوا يشوهوها وحصل لنا ناس هنا في بعض الأوقات وآتوا بمفاهيم بوزت عننا مفهوم الرياضة وخلت الرياضة ديت عشان هي لعب خلوها له وعشان كده وكأنهم كانوا أصدين أننا ما نزكيش نفسنا وتشددوا وقالوا إن الكلام ده حرام ما فيموش إن الرياضة أوسع بكتير من اللعب وإن الرياضة مش أداة تسليع بس الرياضة أداة ترقية وباب من أبواب السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أزن بها تعالوا ندعي الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إنا نعلم أنك تحب أن ترقينا فاللهما اجعل لنا رياضة لقلوبنا تجعلها تلين بين يديك واجعل رياضة لأخلاقنا حتى تسهل علينا محاسن الأخلاق واجعل لنا رياضة بين أحبابنا نمتن بها لعلاقات واجعل لنا رياضة في أعمالنا حتى نكون من أهل المعالي اللهم اجعل للرياضة عولا لنا على الإقبال عليك والوصول إلى مرضاتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الراضين المرضيين وأن تجعلنا من أهل السعادة في كل وقت وحين يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا